هذا ويتواصل عبر نازحين ورعاية دول المختلفة عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين مع سودان لدخول إلى الأراضي المصرية حيث يعمل المعبران على مدار 24 ساعة لاستقبال الأعداد الكبيرة عبر حافلات من العاصم والخرطوم والمدن القريبة بسبب تدعيات الاشتباكات في الأراضي السودانية وتقدم السلطات المصرية تسهيلات وتيسيرات وخدمات طبية للنازحين ترجمة نانسي قنقر